موسيقى إذا دكتور برهان كانت الثورة السورية ضرورة حتمية لكل نتاج هذه المرحلة التاريخية من النكبة حتى وصول اليوم وتسلسل الأحداث فولدت الثورة السورية في 2011 نتيجة شعلة الربيع العربي طيب اليوم ترى الأحداث وترى تسلسل الأحداث وترى الأحداث الدموية التي نعيشها والتهجير والتغيير وكما تفضل بسط الأشخاص الجدد وبالسلطة الجديدة وعليكم الطاعة وعليكم يعني عبودية متكاملة الأوصاف طيب اليوم أين نحن أين نقف نحن اليوم يعني أنا بأعتقد أنه سوريا الأسد بين قوسين اللي سموها سوريا الأسد وصارت فعلا سوريا الأسد يعني سوريا ملك ملك الأسد وجماعته انتهت يعني هذا انتهت بتضحيات يعني لا حدود لها ما في شعب ضحى قد ما ضحى الشعب السوري مشان ننهي هالحقبي السوداء من تاريخه وحتى لو بقي بعض بقاياها آسارة حتى تبقى أنقاض لكن انتهت من زهن الناس انتهت من الفكر انتهت من الأرض الواقع ما عد في شيء نظام اسمه نظام الأسد ولا دولة الأسد اليوم اللي ماسك الوضع بسوريا هي دول أجنبية هي ميليشيات حتى جيش الأسد ما عد موجود بالعمق كل التقاريب بتقول ما في الأعلام المرفوعة بكل مناطق هي أعلام الميليشيات العراقية إلى آخر الطرف ما عد في شيء اسمه نظام الأسد الأسد صار هو مجرد واجهة لاحتلالات أجنبية خلينا نقول الاحتلال احتلالات متعددة بالغرب روسيا بالشرق الأمريكان عم يحاولوا أنه يعملوا منطقة إلهم نفوذ إلهم وبالشمال كمان بالجنوب الإسرائيليين وغيرهم عم يحاولوا ياخدوا موقع الإيرانيين عم يحاولوا يكون إلهم موقع إلهم نفوذ كبير بالمدن وبالميليشيات طبعا ما عد في شيء اسمه دولة سورية موحدة في شعب سوري مطروح عليه ومطلوب منه يستعيد وحدته وثقته بنفسه مشان يحرر بلده ويسترجعه من أول وجديد التاريخ هو مشتق التاريخ الشعوب ما بتحددوا يعني مرحلة صغيرة ولا حقبة ولا سنوات الشعوب بده يرجعه هذا مثل الفينيق بده يولد من رمادو مثل ما كان أبو عمار يقول الشعب الفلسطيني شعب جبار ويولد من رمادو بالفعل نكبي الفلسطينيين ما في النهاية اليوم الفلسطينيين رجعوا كمان أقوى من قبل عم يطالبوا بحقوقهم كذا رغم كل شيء تاريخ مفتوح بصور أنا باعتقادي يمكن يمكن وهذا موقف السوريين واضح منه ما كان فيه إمكانية للتخلص من هالنظام المفترس بسمن أقل والسوريين دفعوا سمن وقبلوا انه يدفعوا السمن حتى اليوم ما حدا قال انه متندم انه قامت ثورة حتى مع نص مليون جهيد وآلاف ملايين نازحين ما شفت سوري بقول يا ريتنا ما قمنا بقول انه المعارضة أخطئت بقول انه الى اخره الدول أكفتنا لكن ما حدا بيقول دليل على انه فيه إيمان بانه هاي المرحلة لازم نختمها بأي سنة ونبدأ مرحلة جديدة هلا أنا برأيي السوريين لأول مرة بس بشان نقول لأول مرة عم يولدوا كشعب حر عم يولدوا بالمنافي شعب حر أنا باعتقد الناس اللي يجوا على أوروبا وغيرها هدول سروي جديدي للبلد لأنه لأنه عم يرجعوا يفكروا مثل البشر ما عم يفكروا مثل العبيد اللي كانوا بسوريين مثل العبيد هم يفكروا مش تلعات مضحضرة بأنظمة بأنظمة تحترم الآخر بكفي أنه أنت يزيل عنك القمعة اللي هو مثل عرضت القبر للقتل نعم بتصير الانت هم يفكروا بسهولة أوتوماتيكيا تلقائيا بصير الإنسان يفكر بحرية نحن كنا شعب مستعبد وتحول إلى عبيد في أغلبيته اليوم ولد شعب بتضحياته أخد حريته الحرية ما بس أنه تبني الدولة أخد حريته صار شاعر كل فرد أنه هو قاتل وقاتل وناضل وأنه هو حر ومعد مسيطرة عليه البعث ومعد يهمه إذا قال البعث أي شيء إذن نحن اليوم كسبنا أنه نحن شعب حر إعلينا الآن أنه نرجع كأحرار نبني أنا برأيي ثقة بين بعض وهاي لسه تصعبي وهاي شغلي طويلة وهاي شغلي الشي اللي عم نحكيه هو جزء منه يعني بده تواصل بده حوار بده توضيح للي حصل لأنه اللي صار مأساوي والناس كلها شاكي أنه فيه صار فيه ناس بشكه بالمعارضة وناس بشكه ببعضهم وناس بشكه بالنوايا ناس آخرين فيه مرحلة بدنا نمر فيها هي تصفيت حسابات بالمعنى مش السلاح بالمعنى الفكري والسياسي لحتى نرجع نبني التنظيمات والأطر المدنية والسياسية اللي بتسمحنا نعيد بناء البلد ونعيد حكمة أنا برأيي هذا مرحلة القادمة هي مرحلة إعادة بناء الشعب اللي منع من أنه يكون شعب خلال خمسين سنة الماضي منع أنه يتواصل مع بعضه يجتمع ممنوع كان محاضرة ممنوع كان بيان ممنوع كان حدا يتصل بالتاني شغل النظام كان كله منع الشعب من التواصل يعني منعه من التواصل يعني منعه من أنه يصير شعب خلي كل واحد لحاله أنتوا علوية وأنتوا سنة وأنتوا عشائر وأنتوا أكراد وأنتوا كذا كل واحد لحاله هذا اللي المفروض السوريين اليوم ينتبهولوا أنه هني شعب قبل ما يكونوا هذا انتماء مشاهم يملك كل دولي لازم يكونوا شعب متواصلين مع بعض عندهم برنامج سياسي عارفانين شو بدون اليوم السوريين بيعرفوا شو بدون بدون نظام يمثلون يعني الديمقراطي بدون نخبي تحترمون بدون دولي تكون ملكون مش ملك الطغبة الحاكمة مي مكان مش مهم شو دين النخبي وشو هويتها مهم هي عم تخدم شعبها ولا عم تستخدم شعبها مش هنخدمت مصالحها اليوم الأمور عم تتوضح ما كان في سياسي بسوريا ما في لا رؤية سياسي ولا ثقافي سياسي ولا خبرة سياسي شعب جهل يعني دفع إلى الجهل السياسي بأسود أنا بسميه كنت الاغتيال السياسي والإعدام السياسي خلال خمسين سنين بمنع الحكي وبمنع التواصل وبمنع المناقشي وبمنع كل شيء ومنع النقابات النقابات نفسها كانت تعين تعين المجالس النقابات إذن اليوم نحني أمام فرصة هلأ إيما هاي الأنقاض الموجودة بدأ تروح وهاي الميليشيات يعني يوم أو آخر سنة سنتين بدأ تروح ما حدا ما شيء بدو يرجع لأصله إنما حتى تروح بسرعة لازم نحني نرجع نكون شعب بسرعة وهذا بيكون ببلورة تدريجية لشيء اسمه مشروع وطني عهد وطني بيلحم الجروح بيصالح الناس مع بعضها بيشوف بالفرد سوري وطني مواطن حر قبل ما يشوف فيه لا مذهب ولا عقيد وكذا بدنا بدنا أول شيء يعني نلقم جراح الحرب بدنا نفتح أفق لسوريا مختلفة كليا وهذا شغل المثقفين بدنا نبني أطر سياسية تنظم الناس لأنه ما في عمل بالسياسي بدون قوة منظمة اللي دبحنا حتى الآن إنه نحن معرفانين ننظم نفسنا خلاله وهذا اللي خلانا سورتنا تكلف ضحايا كبيرة هذا كله شغل النخب السوري الجديدي اللي بده تطلع من هال من هالحرب الدموية الهائلة من هالمحن الكبيرة لازم يطلع شيء وأنا برأيي اليوم في جيل جديد من الشباب تعلم هاي الحرب هي بروفا تعلموا الناس شو معنى الوطن كانوا الناس يقولك شو سوريا أنا بروح كلهم بدون يهاجروا اليوم اللي هاجروا صاروا يعرفوا معنى الوطن أكتر من اللي بيقوا صاروا يعرفوا أنه الوطن شغلي كبيري مش شغلي أنه والله أنا بترك وبمشي مش أرض إقامي الوطن أكبر من أرض إقامي الوطن هو علاقة مع هو مشروع عمل جماعي مشترك لخل الحرية للعيش بكرامي وحرية هاي مشاعر السوري العيش بكرامي وحرية والوطن هو كرامي وحرية إذا ما عملوا هيك ما حيكون عندهم لا كرامي برة ولا حرية إطلاقا لذلك أنا ما أنا متشاهم أنا متفائل أنه نحن ماشيين في هالطريق تمام هذا التفاول اللي أنا لو أخذنا يقنا أتظير قبل ما نيجي للمحور الأخير ونختم لقاءنا يعني كم تعتقد بنا الوقت الوضع لسه سيستمر فيه خلينا أقول بهذه الطريقة أنا برأيي مش مهم الوقت ممكن نظل شوف العراقيين ما وصلوا أنا تيجي بظلوا عشرين سنة لسه عم يتقاتلوا مع بعض بإطار طائفي لأنه عم يتلعب فيهم من الخارج المهم أنه نلعوض طرف الخيط نعرف شلون بنا نشتغل وبعدين نحن بنقتصر الوقت بقدر ما نلعوض طرف الخيط يعني بنعرف شلون نعيد بناء نفسنا كشعب وفكرنا ونتجاوز شكوكنا ونعدام الثقة ببعضنا ونفكر بشكل مشترك نختصر الوقت كتير جميل جدا يعني لو جينا بشكل مختصر على المرحلة اللي حضرتك كنت فيها برئاسة المجلس الوطني وهو من بداية تأسيسه يعني هالمرحلة هاي شو بتحكي لنا عنها وتجربتك بهذه المعركة إن كانت الدولية واللقاءات والمؤتمرات والتصفيات شو بتحكي لنا عنها التجربة اللي حضرتك مريت فيها أنا بعتقد أنه بعد سبعة شهر من الفشل الزريع في بناء أي إطار ممثل للثورة بين القوى السياسية تذكروا المؤتمرات إسطنبول وبروكسل وإطاليا والآخرين كلها عقدت مرة وحدة وفرطت هذا دليل شقد كنا مفككين والفشل الاتفاق بين الأطراف الداخلية ما كانوا يقولوا كمان في معارضة داخلية إعلان دمشق وجماعة اللي كان اسمه التجمع التقدمي اللي استطلع بعدين هيئة صار اسمه هيئة التنسيق كمان فشل بعد سبعة شهر مفاوضات فشلوا أنهم يطلعوا باتفاق وجبهة وطني كان تكوين المجلس الوطني أهم مبادرة وأهم نجاح سياسي حصل بالنسبة للمعارضة السورية بهذه الفترة أنا هذا اعتقادي حسنا بعد بجهود متواصلة أنه نجمع أكتر أطراف المعارضة ونخلق إطار مقنع ما بس للشعب مقنع للدول والشعب كان مقتنع فيه والمجلس الوطني يمثلوني كان أحد الشعارات المظاهرة وبقدر ما كان ممثل للشعب يعني أو تفاعل الشعب مع المجلس لأنه شاف أنه فيه أنا حسيتوا فيه أنكم شرعية من الداخل فيه أفق لك أولا وبعد فشل كل المعارضة طلع إطار مقبول نسبيا ما نخترع يعني نجيب بشر من بره طبعا هدول هن نفسهم بس حسنا نجميعهم على أرضية فكرية وسياسية مشتركة وكذا نلنا مصداقية في العالم في الخارجي وأخذنا هي المكاسب الوحيدة اللي حققناها قرارات بمجلس الأمن ولو أنه اعترضوا والروس لكن كان فيه وراها أغلبية ساحقة من أعضاء الأمم المتحدة قرارات بالجمعية العامة الأمم المتحدة 140 دولة أدانة النظام وأيدة المجلس الوطني تكشكيل أصدقاء سوريا ولو بعدين ما عرفوا يشتغلوا لأنه كمان نحن مسؤولين عن عدم تشغيلهم بقصد كل الأطر كل المكاسب السياسية والديبلوماسية حققناها باديك الفترة ودعم نسبي للمعارضة أنا باعتقد أنه المجلس كان تجربة مهمة ليش؟ لأنه حسنا نتجاوز كل التناقضات اللي سعر النظام من قبل إسلاميين وعلمانيين وطوائف وأحزاب وكل واجتمع مع بعض رجل للأسف نجح ما بس النظام عيوبنا نحن اللي لساتنا ما لنا كنا متحررين رجعنا بقلب المجلس أعدنا تفجير نفس التناقضات اللي كانت عم تعيخ تشكيل إطار وطني جامع فصرنا نتقاتل على المحاصصة وصرنا نتقاتل على المناصب وصرنا نتقاتل مين دوره اليوم سيصير رئيس رجعت أمراضنا التاريخية وبالحقيقة أنا مراجعاتي للتاريخ هاي مش أمراض جديدة أمراض تاريخية أنه كله بده يتزعم وكله بده يأخذ دوره وكله حتى أحد اللي كانوا أعضاء بالمكتب التنفيذي واللي مشاركين أساسيين في المجلس الوطني كان يقول إذا أنت بدك مدد ثلاثة شهر تاني أم تبدو يجي دورنا يعني هذا بيدل على ثقافي سياسي هزيلي جدا طبعا ما أنا وجود أنا بقول أنه خسرنا بإجهاد المجلس الوطني أنا بقول أنه صار في إجهاد المجلس الوطني مش لأنه أنا تركته لأنه أنا تركته لأنه يعني أجبرت وقتل شفت النزاعات الداخلية والصراعات على شيء وهمي بدل الخدمة الأضيية ما عاد إليه معنى أنا بعتبر أنه اغتيل المجلس الوطني واغتيلت معه المعارضة السورية والقيادة السياسية للثورة ما عاد صار فيه قيادة للثورة يعني صارت قيادات مش قيادة وحدة صار نوع من الحزل صار نوع من القادة الهزلية إلى حد فلذلك بعتقد أنه المجلس الوطني كان أهم تجربة سياسية قمنا فيها وكان مستقل وكان بإرادة السوريين وحدهم المعارضة وبيختلف عن التلاف الوطني طبعا مشانيك أنا ما بعتبر التلاف الوطني كان له وظيفة دولية كان فيه فكرة أنه يمكن تصير فيه مفاوضات جدية والدول بدها إطار معترف فيه يحل محل المجلس الوطني بس المجلس الوطني كان قتلة من أعضاؤه أنفسهم قبل أنه يتشكل الاتلاف للأسف نعم آآ يعني حنختم بهالتفصيل هذا بلقائك مع الروس بالألفين وإداعش بالشهر آآ الشهر العاشر شهر الداعش شهر الداعش تمام شهر الداعش خرجت يوميسا كان لقائك مع لافروف نعوزي الخارجية قلت لهم لم نستطيع أن نغير وجهة نظرهم ولم يغيروا وجهة نظرنا يعني ماذا حدث في هذا اللقاء اللقاء مهم صعب أنه واحد بسهولة يلخصه بس دخلنا على اللقاء لافروف طبعا كان معادي جدا ومتجهم جدا وعم يلقي علينا دروس أنه عم يبرر سياستهم بدعم الأسد طبعا ونفس الكلمة اللي عادة اليوم بعدوه أنه نحن ما نمتجوزين الأسد هاي من يوم متى استعملها لكن نحن مندافع عن حقوق شعب السوري وعن يعني أنه بدون تدخل أنه هني كانوا عم أقولوا أنه حق شعب السوري أنه ما يكون فيه تدخلات أجدبي وأنه الغربيين عم يحضروا لتدخل أجدبي وإلى آخره وأنه النظام لازم يبقى لأنه هو النظام بمثل يعني بما معناه نحن متمردين على النظام هلأ بعد ما تحدث وأنا تحدثت بدأ شوي يغير أنا أنا بالحقيقة حاولت أنه فهموا أنه مشكلة مش تدخل أجنبي ونحن ما نطالبين أنه تدمر مؤسسات الدولة مثل ما هو عم نقول وأنه المبادرة العربية هي بالعكس المبادرة العربية اللي صارت بعدين دولية بدقول أنه فيه ضمانات لكل الطوائف فيه ضمانات لكل السوريين لأنه ما حندمر الدولة مثل ما صار بالعراق ونحلها حنكون فيه مرحلة انتقالية يشارك فيها أطراف من النظام ما لوست يعني ما ساهموا بالقتل وبهديك الأيام كان لسه فيه إمكاني للحديث عن هالشي وحتى إذا كان فاروق الشرع ولا نائب الرئيس بحسن يقود لمرحلة الانتقالية ما كان عنه مانع يعني مانن إحني مع تصفيت الأرض يعني كنتم ما دين إيدكم لأي حال يحقل الجناء مش حرق الأرض ويعمل هذا الانتقال السياسي السلم تماما ويومتها كمان وقلت له أنه نحن اللي صار أهم من هيك عم يحكي هو عن الغرب وأنتو الغرب وكل خطابه ضد الغرب فأنا في لحظة من اللحظات قلت له سمعته قلت له أنت ملاحظ أنه عم تحكي عن الغرب بس أنا ماني جاي هون ممثل للغرب أنا هون جاي ممثل لشعب طول عمره كان ضد السياسات الغربية وأنا نفسي شخص بحياتي ما كنت مع الغرب أنا ناقد للسياسات الأمبريالية والغربي وأنا يساري بالمناسبة وإلى آخره فنحن ما نجايين ندافع عن الغرب وإنكم مشكلة مع الغرب حلوة مع الغرب ما تحمله الشعب السوري بس قوليت نزاعكم مع الغرب نحن ما عنا مشكلة معكم ونحن جيشنا بتسلح من عندكم وأنتو بتدربوا ونحن عنا صداقة طويلة ونحن بحاجة لكم وما بدنا نقطع علاقاتنا معكم إذا أنتو ما بدكم إيانا نحن بدنا إياكم لأنه نحن الشعب السوري شعب بحب الاستقلال وبحب ما يكون يرمي بيضه كله بسل وحدي ونحن بدنا علاقة متوازنة بينكم وبين الغربيين لأنه هذا بتسمحنا أنه يكون عناها مش استقلال أكبر والآخر وإذا بشكلتكم أنه مع القاعدة تبعكم نحن ما عنا مشكلة مع القاعدة اللي عم تضحك أنت بالقاعدة رد عليه اللي هاي ما أنا قاعدة عسكرية هاي عبارة عن شغلي صغيري يعني للتزويد بالماء وبالكزل قلت له ما عنا مشكلة عكل حال نحن من أول ناس عملوا علاقات معكم يعني المهم أعطيته فكرة أنه نحن متعاونين مع هذا هلأ رجي أجاوب هو كانت الاجتماع لازم يدوم يعني ثلاثة أربعة ساعة ضلينا شي ساعتين وبعدين كملناها مع بوقدانوف شي ثلاث ساعات يعني كان استقبالهم كتير منيح تغير الجو بعدين وصار كويس وحتى أنا اتفقلت نسبياً بس يعني وقت صرحت التصريح كان صحيح أنه واضح أنه ما أقنعناهون وهني ما أقنعونا بس هذا ما انبسطوا منه هني بعدين يعني هني تذكروا بعدين أنه كانوا مفكرين لأنه عملوا شوية يعني تبحبحوا شوي أنه أنا أشيد بسياسة بوتين وبسياسة لافروف وأنه هني كويسين وإلى آخره يعني بدون يانا كنا نمدحهم أكتر بالمؤتمر الصحفي وانتقدوني أنه بالمؤتمر الصحفي ما عملت هالشي يعني على هاي الجملة اللي انت ذكرتها ما كانوا مبسوطين منها بس أنا كنت عم أقول للناس لأنه الناس ما عندهم أوها بتمثل شابة بتمثل الناس بهالمرحلة هاي أنه ما حد يبني أوها ما أخدعنا الروس بس إن شاء الله جلسات أخرى بعد شهر شهرين زرناهون كمان مرة تانية يعني نحني كنا مراهنين عن الروس بمعنى نخفف شوي من تأييدهم للأسد ما كان عندنا وهم أنه حيجوا معنا بس أنه وحكينا بالموضوع أنه الذاته الدائم حق النقد على القرارات بتعني حماية المدينة ولا تخفيف الضغط على المدنيين من قبل النظام كنا متأملين أنه الروس يعني يشتغلوا فيها شوي هلا أنا اللي أخدتوا من هالانطباع وقلتوا للغربيين يومتها الديبلوماسيين قلت لهم في النهاية طلبات الروس مانع عنا قالوا لي وزراء بأوروبا أنه شو بدون الروس لأنه كنا نتشاور شو قلت لهم اللي بدون الروس مش عنا عندكم نحن ما بنحسن نعطيهم بشان يك صعب أنه نقنعون هني بدون مصالح بأوكرانيا كان عندهم مشاكل كتير مع العقوبات ومع عقوبات والآخرين فعندكم أنتوا فرصة يعني فيه إمكانية أنه إلى جانب الضغط اللي عم تعملوا عليهم بالعقوبات فيه شيء إمكانية تفتحوا حوار معهم قالوا لا بأنا عرفت أنه ما فيه إمكانية لتطوير العلاقات مع الروس خلص هني عاخدين سوريا رهيني أنا فهمتها من أول لقاء أخدين سوريا ورق الضغط على الغربيين أنه هون مسكناكون لعد ليبيا مسكتونا بليبيا ومسكتونا بالعراق اليوم نحن مسكناكون هون هلأ بدكن تفتحوا مفاوضة والدليل التدخل العسكري الواضح الصريح بكامل قوة روسيا العسكرية في سوريا لليوم الروس موقفهم سوريا مش مهمة بذاتها فيه إلى أهمية بس أنه هاي بيعرفوا أنه إمتى ما بدون قلت له أنا إذا قال لي نحن قواعد شو ما بنا بحاجة إلى هلأ إني بحاجة إلى صار طموحاتهم زادت بالنسبة للغربيين لكن لليوم أهمية سوريا بالنسبة إلون هي بالضغط على الغربيين بمعنى أنه من سوريا هني صار إلون موقع بالشرق الأوسط كبير كتير ومن خلاله بحسنه يناوروا مع الغربيين مشان يأخذوا يحققوا مصالحهم بأوروبا بشكل أساسي هني بأوروبا بالدول البلطيق وبأوكرانيا وبالبالد يعني بأدة مناطق يعني صراحة موضوع له تشعبات تير تفرعات كبيرة صراحة دكتور برهان بنشكرك بنهاية هذا اللقاء اللي فعلا رائع واللي فعلا كان يمكن عبارة عن سرد مرحلة تاريخية كاملة وتحليل المرض من بدايته حتى نهايته وإن شاء الله مثل ما تفضلت بتوحيد الناس توحيد السوريين وبلورة المثقفين ووصول الطبقة فعلا المثقفة لي حتى تقدر تسقل فئة الشباب وفئة السوريين إن كانت الطبقات العادية والطبقات الأفضل لحتى فعلا يوصلوا لمرحلة الوطنية مرحلة الوطنية هي اللي هتوصلهم لمرحلة فعلا أنه يوصلوا بالثورة للشيء اللي هن انتلقوا فيه اللي هو الشعب يريد إسقاط نظام الأسد المهم أنا بدي أختمى بدي أقول للسوريين أنه تضحياتهم الهائلي والاستثنائي لن تذهب سودع بإذن الله ما بسعني بالنهاية إنه أشكرك مرة تانية بالعاصمة النمساوية في ينا وأشكر كمام الدكتور عصام الخضرة اللي هو استضافنا ببيته واستضاف هذا اللقاء وكادر التصوير وكادر الإعداد مشاهدين متابعين نشكركم لهذا المتابعة مع الدكتور برهان غليوت في زيارته الخصيرة هنا في العاصمة النمساوية في ينا كان معكم أحمد مراد في كل معي مراسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة